بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله مرحبا بكم معنا في شوة جديدة في شوة اوم شمس كانت منها تكونوا في احسن حال انتم لم تشاهدوا فيديو اليوم فبزاف منكم بغاوها كبيسكوي اللي يكون صحي نقدموه الوليدات الصغار وحتى الناس الكبار بعيننا مغمضين يعني حاجة اللي تكون صحية اليوم ان شاء الله هنحضر معكم هاد البيسكوي او هاد اللي قالت هادو اللي يجوم علكين من الداخل مقرمشين مع الابرة ومكونات كلها صحية بدون سكر ابيض بدون تحين ابيض يعني تحين ما فيهمش نهائيا فغادي تحضرهم في زوج دقائق قبل ما تمسي ديك الخاليط يعني غادي توجديهم غيب المعلقة وغادي تحصلي على حاجة اللي غادي ترضيك انت يا ولداتك وعائلتك وان شاء الله حتى تفيدهم في صحيحتهم فدائما ما تبخلوش عليها بتجاعتكم مشوا مباشرة للمكونات طريقة التحضير بالنسبة للطريقة في اول مرحلة عندي ثلاثة الحبات او ثلاثة الموزات اللي الوزن ديالهم هو مئتين وثلاثين قرام ناخدوهم ونقطعوهم على هات الشكل نعملوهم في الهاشواغ باش نتحنوهم كما غا تلاحظو معايا من بعد كنضيف عليهم معلقة صغيرة من عصر الحامض باش ميكحاش لنا البانان وكنضيفو معلقة كبيرة من السكر الاشقر اللي ممكن انكم تعودوه بالعسل ولكن اذا بغي تعودوه بالعسل ما تتحنوش مع البانان كنضيفو كذلك سشية الفانيلا وكنضيفو واحد راس معلقة ملقة رفاغي شوية هادو كمونكيهات اللي كيتواتوا بزاف مع البانان ومع هاد المكونات كناخد هاد البانان هادو وكنتحنوه على خفيفة كما تلاحظو معايا ما تكترووش ليه تطحن بزاف بزاف تيجرب لاقية سلة غيذا هكا كنتنضيلي شوش تحنة تحنها هكا التالتة كيبال يتخلط كل شي صلاعن بها واتطحن يعني ما تكترووش ليه تطحن بزاف خاص الخليط اللي غان تحصلو عليه في ديال هاد الموز يبقى معلك يعني ما يكونش خليط اللي جاري او خفيف بزاف على هاد الشكل هادا سافي انا كيما اشتو معايا بعد ما كنتحن هاد الخليط غان ينزولو من العشواغ وهادي نهبطو في انا اخر باش نكملو الوصفة ديالنا فاناكا ناخد هاد الخليط ديال البانان كيما اشتو معايا كنهبطو فاللي ما بغاش عكا يضيف اللي ما عندوش مشكلة ان البانان مش مشكلة انه ويكحل فممكن ما تضيفوش هاداك العصر ديال مع علاقه صغيرة ديال العصر الحامض فولي يقول لي زعمها هكا ما عندوش مشكلة هكا بديك النكهة الحامض فاضيفوها هنا كنا نبدو نجمعو الخليط كيما قلت لكم وصفة صحية غادي نجمعوها بالزنجلان غادي نستعمل نوعين من الزنجلان اللي هو البيض والزنجلان العادي الكمية الزنجلان كتبقى على حسب الرغبة هنا ضفت كيمية ديال الزنجلان البيض في الاول كنضيف معها قبيصة ديال الملحة وكنخلط على هاد الشكل هادا يعني هاد اللي قالت او لهاد البيسكويت ما غاديش نعملو فيه نهائيا لطحين لانشاء لحتى حاجة غادي نجمعوه غادي بالزنجلان الكمية ديال الزنجلان اللي غادي نعملو في هاد الخاليط هادا في الاول هنا راضفت 130 قرام ديال الزنجلان البيض 109 قرام ديال ؟ كاملة لاد الشكل وكننضيف كذلك هنا راني عبره 100 قرام اخورة ديال الزنجلان العادي كذلك حدي نضيفها كاملة لان الزنجلان هنا كيبقى كما قلت لكم على حسب جدا وانا يعني راني أا عبرت لكم كل شي بالميزان باش تعرفوا ش حل gadi تحتاجوا باش تعرفوا ش حل G back بتحتاجه بالضبط ديال الزنجلان هنا ضبط هنا هادى 100 قرام كما قتلاحظوا معاي ديال الزنجلان الاخر او للعادي نضيفها نكملها كاملة على هذا الشكل وعدي نخلط على هذا الشكل هذا هنا نبقي عندي الخليط خفيف وهنا غادي نضيف واحد المكوين اللي عملته معكم في فيديو السابق اللي هو الزبدة البلدية اللي عملنا في البيت هنا دوبت واحد المعلقة غادي ناخد منها هكا هنا دوبت هكا معلقة صغيرة ديال الزبدة غادي نضيفها كاملة هديت معلقة صغيرة ودوبتها فغا نضيفها صراحة كتعطي واحد اللي بنا زوينة لما بغاش يضيفها ما يضيفهاش وانا ما صراحة را هبعك باش يتحمرون لنا في الفران سافينا بعد ما ضفت الزبدة خلط غادي مقا نكمل الخليط ديالنا نجمعوه بالزنجلان كما غا تلاحظو معايا را الخليط ما كيقصحش ما كيكونش قاصح كيبال لكم انه معلك على هات الشكل وهنا بالنسبة للمجموع ديال شحل غا نحتاجو في في الزنجلان ديالنا هنا راني استعملت اه اه مئتين وثلاثين جرام ديال الزنجلان ابيض وميت جرام ديال الزنجلان العادي يعني غا دي نحتاجو في المجموع كامل تلتمية وثلاثين غرام ديال الزنجلان بالنسبة للزنجلان كيما أتكرت لكم ممكن تعملوه غير النوع واحد ماشي مشكل كتبقى على حسب الرغبة. هنا من بعد ما حركت مزيان هاداك العناصر شوفوا الخليط كيفاش خصو يكون يعني معلك وكتحكمي فيه كيف بغيتي وما كي يسرحش يعني ما كي يسحش. يعني بحل هكا خصو يكون. سافي هنا من بعد ما خلطنا كنجيب مباشرة صفيحة ديال الفورم اللي كان كنو عملنا لها ورق ديال الطبخ مطابعة لحل وكنجيبوشي امبورت بيس او هكا شي ادات هكا باش ناخدوك لغاليت ديال ونو يكونو شكيلهم زوين يعني يكونو غدا قد دو حدا را ممكن تحطو غيب المعلقة عادي وتصوبوهم عادي يجيو هكا فشكيلات ماشي ماشي بحل بحل ماشي مشكل ولكن هكا اللي كتبغي هكا تكون حويجات مقادل فاخدي امبورت بيس ولا هكا طبيعة ديال الحلوة واخدمي بها. كان عمل في كل هكا في كل طبيعة كندير هكا تزوج معلقة صغار. المعلقة لولا كتكون عمره معلقة تانية متكونش عمره بزاف وكنضغط عليهم غيب المعلقة على هاتي الشكل كنزول هادي كلا بوقت بيس او هكا تزول. هي كي يلسق متى حاجة وكن حاولو نصوبو كل جوانب على هاتي الشكل وكنستمرو يعني طريقتهم رهب بسيطة بزاف وسهلة جدا ما كيحتاجوش وقت في التحضير ولا وقت في الطيبة يعني ضغياء كي يوجدو هنا راني الفران يعني قبل ما نبدأ هكا كان نشكل فيهم كان نشعلو الفران ديالنا باش يسخن. انا غنطيبو ماء فورن الغاز لا بغيتو طيبوهم كذلك فورن ديال الكهرباء ممكن. فغنسخنو الفران ديالنا سخنوهم زيان ومن يكن دخلوهم الفران فكا نقصو عليهم كان خلي العافية في الاول غير من تحت حتى كي يتحمرو من تحت را كي يبنو لكم في الاول بحلة غريبة يعني تيبنو لكم بحلة سيحين ما يما تقيسوهم شخليوهم را كي يتجمعو هي كي يبنو لكم شدو فراسهم وتحمرو من تحت صفي اما كتقلبوهم كتخليوهم تانية تحمرو من تحت بعد شكل الفقاس او اللي كتشعلو عليهم من الفوق فنفس الحاجة بحال بحال المهم يطيبو على عافية مهيلة باش يطيبو على خطرهم لان ما فيهم لا خميرة لا تشي حاجة اللي غادي هكا يتحرقو را ما كيتحرقوش يغين قطع لهم الفران تسكر را ما فيهم مش كتير وذاك صراحة ذاك اللبانان كان عارفوا ان الوليدات كيعجبوهم بزاف الموز فهنا صراحة را كي يجي لدي بزاف وحتى إلا كانوا وليدات ما كيبغيوش الزنجلان فراه ممكن انكم يعني تعودوا مثلا تعملوا الزنجلان بيض وتعملوا معه زرية الكتان تاية كنا عملها كي يجي وغزالين وكي يجي ماداقهم هكا مخلط ما بين ذاك الزنجلان وزرية الكتان كي يعطيهم ماداق تاني في شكل اخر فكما قلت لكم را ممكن انكم تعملوهم هكا بفوكي الجفل اللي بغيتو بحال هكا او لو ممكن تعودوا ذاك الزنجلان قاع بالكوكاو او لالوز اللي كي يكون مهرمش رقيق غير هو يكون مهرمش رقيق الكيميا هنا اللي اللي غاتستعملوا مثلا ديال الكوكاو ولا اللوز را قتبقى على حساب الخارط ما غديش تحتاجوا نفس الكيميا اللي عملنا في الزنجلان سفينا على هاد الشكل هادا كان استمر يعني كان بقى نضغط عليهم هير هما ضغطوا عليهم هكا مزيان حكي كان عملو الحريشات كان بقى نصوبوا فيهم ما كدهنو متى حاجة كي ما اشتو معايا ما فيهم لا بيد لا سكر كتير يعني هما علقة وحدا ديال سكر البوني كي ما كتلكم ممكن إلا بغدو تعوضوها عفوان بالعسل راح تطحنو البانان وتعملو في الإناء باش تبدو تضيفو في الزنجلان عاد ضيفو العسل هنا كي ما لاحظو معايا من بعد ما شكلت هادو كليقالي تديونا كان دخلوهم الفران كي ما اشتو معايا كان خليوهم حتى كي يتحمروا كي بانو لنا انهم نشفو يعني تقرمشو من على برا ما تخافوش را كي تقرمشو أنا هنا ضروري يعني خليتهم يتحمروا باش ذاك الزنجلان كي يولي لديد بزف كان عارفو الزنجلان لتحمرة كي يولي البنادية لذوينا هنا كي ما اشتو معايا كلهم خلبتو لكم باش تشوفوا يعني كان حمروهم ملتحش باش هكا كي يبقاوا لنا مقرمشين مدة طويلة راح تلا عملتو منهم كيمية كبيرة سفينا من بعد ما كي يبردو را كي يبقاوا كي ما كتلكم مقرمشين ولكن هما را مقرمشين غير من على برا اما من الداخل را كي يجو ترينو مع اللي كي نغتشوفوه معايا في اخر لا فيديو كي ما اشتو معايا وصفة غزالة صحية مليون في المية او راني راح تلكم بدائل كي ما قلتلكم يعني ممكن ما تعملوه سجنجلان كي ما عملت انا بوحده يعني را كان عملوهم اما كبزنجلان وزرعة الكتان ممكن بعد الاخترات كان نخلط يعني نعمل شوية زنجلان شوية زرعة الكتان شوية دي الكوكا وعي شوية شوية كي لا كانوا عندي عي شوية كل حاجرة ممكن كذلك يجيو زوينين فصراحة نغي ما باش نعطي الفيديو كتر باش نعملهم لكم بطرق اخرى فالي عجبتكم الفكرة ممكن نعطيكم طرق اخرى ديال هاد بحل هاد اللي قالت هادو ماداقات اخرى ان شاء الله فما عليكم الا تكتبوها ليه في التعليق باش نشوف لاني العدد ديالناس اللي بغوا الفكرة او لا عجبتهم هاد الفكرة فكنتمنى ان شاء الله الفيديو تليوم يعجبكم وكنشكركم دائما على حسن المتابعة وكنشكر كل من ضم للقناة وكل المتابعين دي القناة شوية ام شمس لهلي خطيكم اخواتي الله يحفظكم وشكرا لكم على تعليقكم على كلمكم طيب والله العظيم الله كان نقراه وما كان عرفش ما نقول قسم الله العلي العظيم الله كان نقراه دائما حال من تعليق وما كان عرفش باقي باش نجاوب لانهلي خطيكم صراحة بزاف لا يجعلنا دائما عند حسن ضنكم وشكرا لكم بزاف بزاف الله يطول عمركم وكانت من لكم أخواتي كل الحاجة الزوينة وصحة والعافية إن شاء الله وهدو ماليقاليتي ديو وانك مشتوا معي كيفاش كيجيوا من الداخل معلكين ومقارمشين مع لابرة فإلى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معكم أم شمس وما توفيقيا إلى بله عليه توكلت إليه أنيب